اهلا بكم مرة تانية معاكم مهندس حسن حسين من جوريلا اوتو تيرفت هنتكلم عن فيديو جديد من فيديوهات محركات متخططة وهنتكلم في الفيديو عن الويت جيت فالف كنترول تتم ترابل دايو جنوت نتفلوت شارت خريطة تدفق تشخيط اعطال تمام التحكم في بوابة التأرجح الخاصة بالشاحن التوربيني التيربوت شارجر لمحرك نتان من النوع RB23DETT اول حاجة هنتكلم عنها هي الويت جيت فالف كنترول ثلونويت كنترول تيجنال انتبكشن اختبار اشارة التحكم في ملف الويت جيت وده بيتم ان انا بقيس الفولت بين ثلونويت فالف تيرمينال 2 وبين الكنترول يونيت تيرمينال 25 والارض يعني انا بقيس الفولت بين ثلونويت فالف تيرمينال 2 وبين التيرمينال التابعة 25 فيه الكنترول يونيت وده لازم يديني جهد البطارية البتاري فولتش في حالة الايدلينج ونيرو فولت فيه حالة عدم التحميل على المحرك وذوة الانج اللود انتبكت الايرت نبلايت نختم اختبار مطدر الامداد بالهواء اللي هو نايم احنا عارفين ان التيربوت شارجر فيه ناحية التيربينا وناحية الكمبيرتنور وناحية الكمبيرتنور دي ناحية الامداد بالهواء فاحنا هنشيك على الخراطيم والوصلات المارينة الموصلة بين الاير كلينار عمة الهواء وبين الكمبيرتنور التيربوت شارجر ولو فيه اي حاجة من الحاجات دي بتحتاج ريبير تغيير يعني بريبير الايرتنبلايت نتب اختبار مطدر القدرة اللي هو الباور لملف الونت جيت فالف وده بيتم بقية قيمة الجهد بين اتنبلايت فالف تيرمينال وان وبين الجراوند الارضي وده بيديني الباتاري فولتج جهد البطارية بشرط الاجينيشن تنويتش ان 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 ولو ما عنديش جهد البطارية بي باري بير الباورت نابلاي نيركت نت اتنولونويد انتبكشن اختبار ملف الوينتجيت فالف يتم قيادة المقاومة بين اتنولونويد فالف تيرمينال 1 and 2 يعني بقيت مقاومة ملف الوينتجيت فالف وده لادم يديني من 30 ل40 قوم ولو القيمة اختلفت عن كده اتنواق بالزيادة او النقنون باري بلينت نتولونويد فالف بغير نتولونويد فالف الكنترول يونت باور انتبكشن اختبار مصدر القدرة الرئيس الوحدة التحكم وده بيتم عن طريق قياس الجهد بين الكنترول يونت تيرمينال 49 وبين الارضي وده لازم يديني جهد البطارية الباتاري فولتيج ولو القيمة اختلفت عن كده بريبير الكنترول يونت باور سابلاي سيستم الهارنس كنتينيوتي انيديكشن اختبار توطيلية الدافيرة ما بين الكنترول يونت Major بين الترمينال 2 في النولونويد فالف والترمينال 25 في الكنترول يونيت وده لازم يديني 0 اوم ولو اديني قيمة تانية بريبير الهارنف بتاعدي باختبر الفيشة الرائطية الخاصة بالكنترول ضد وجود اي كسر او وجود اي ترامل مش موطلة كويت وباختبر باقي فيش النظام كلها ضد القنور وبكده نبقى وطننا لاخر الفيديو النهاردة اللي شرحنا فيه الوينت جيت فالف كنترول تنت امتراب الدايجنوت في لوت شارت قريط التدفق تشخيط اعطال طمام التحكم في بوابة التأرجح الخطة بالشاحن التوربيني التربو تشارجر لمحرك نتان من النوع RB22DETT وشكرا ترجمة نانسي قنقر